في وصيته لأبي ذر من الله إلى رسول الله وإلى الأنبياء السابقين بس مو وحي يعني مو يصير كتاب اللي نسميه قرآن هذه نسموه الحديث القدسي هو هي موجودة الآن موجود السيد حسن الله يرحمه الشيرازي أستاذنا جامعة كلمة الله كلها موجودة في مجلد يا أبا ذر يقول الله تبارك وتعالى يعني من الحديث القدسي إن أحب العباد إلي التفتوا أحب يعني أنا أحبهم أهواية محبوبين عندي هواية إن أحب العباد إلي المتحابون من أجله شوف إذا المجتمع الإسلامي بس يعمل بهذا الحديث هاي القطعة بس بعد ما تبقى أي مشاكل لا أسرية ولا عائلية ولا صداقة يتنهار ولا سوق يختلف ولا اختلاف يصير المتحابون من أجلي أنا أحبك لأجل الله وأنت تحبني لأجل الله إذا حبيتك لأجل الله بعد ما أختلف وياك إذا صارت غلطة نعفو عن بعض قال المتحبون من أجلي أحب الناس عند الله وإي مهم هذا إن أحب العباد إلي المتحابون من أجلي يعني من أجل الله هاي صفة من صفات المحبوبين عند الله الصفة الثانية المتعلقة قلوبهم بالمساجد يصير الظهور يقول أروح للمسجد يصير المغرب أروح للمسجد أروح للحسينية أصلي أروح للديوانية تفسير أروح للمجلس المتعلقة قلوبهم قلبه متعلق بالمساجد هاي اثنين الصفة الثالثة والمستغفرون بالأسحار أول ما يقوم لصلاة الصبح ولو ركعتين نافلة الصبح هذا أقل أقل الشيء أو يقوم يستغفر الله إذا ما إلى خلق يصلي صلاة الليل لا أقل يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه شنو كان ثلاث صفات المتحابون من أجل الله المتعلقة قلوبهم بالمساجد المستغفرون بالأسحار شنو فأت فأت الكل يربح شوف شلون أولئك إذا أردت الله يقول لرسوله أولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم جميعا يعني هواي مهمة يعني لأجل عابد يستغفر الله في السحر ولأجل شخص يحب أخاه في الله ولأجل إمرأة تحب أختها لأجل الله أو تحب زوجها لأجل الله وتتعلق قلوبهم بالمساجد هذا الله يعفو عن الجميع يعني شنو يعني ببركتهم الكل ينجو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة